خلفت المعارك الدائرة في جبهة مزوية بالمتون في محافظة الجوف نحو 15 قتيلا في صفوف مليشي الحوثي والمخلوح حيث تمكن أبطال الجيش والوطني والمقاومة الشعبية من كسر هجوم الانقلابيين متابعوا التفاصيل مشاهدين نحن الآن في جبهة المتون وبالتحديد في منطقة مزوية هذا المكان الذي شهد معارك شرسة صباح اليوم بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الحوثية من جهة أخرى حينما هاجم الحوثيون وتصدى لهم الأبطال بكل بسالة لنستطلع أكثر معنا القايد الميداني الشيخ محمد بن راسي يحدثنا عن سير هذه المعركة بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة يعني في صباح هذا اليوم هاجم الحوثيون وأنصارهم على الجزء من مزوية ووفق الله سبحانه وتعالى وتصدى لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من كل الألوية تصدوا لهذا الهجوم والحمد لله كسرواهم وأعادوهم وهم جاهزين للتقدم مش لصد الهجوم لكنهم جاهزين للتقدم إن شاء الله تعالى وتحرير المديرية المتون وغيرها من المديريات الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى هل هناك خسائر في صفوف الميليشياء؟ هناك خسائر حدثت؟ حدثنا عن هذه الخسائر سواء بشرية أو مادية أو غير ذلك نعم خسائر كثيرة خسائر البشرية بلغنا أن هناك أكثر من 15 قتيل من ابناء الجوف غير المناطق الأخرى هناك بعض الأسرة يعني في قبضة الجيش ويعني وضعهم وضع رديل جدا والشباب يتمتعوا بمعنويات كبيرة جدا بعد هذا الانتصار العظيم بعد هجوم أراد أو خطط له أولئك الحوثيون والعفاشيون خططوا لهذا الهجوم لكن أبطالنا تصدوا له وهزموهم وأعادوهم إلى أوكارهم وسيتابعهم بإذن الله سبحانه وتعالى ردا على هذه الهجمات ما هو موقفكم في الأيام القادمة تجاه هذه الهجمات وغيرها من الهجمات؟ نحن بذلنا كل الطرق لنجنب القراء الحروب لكن أرادوا غير ذلك سحبوا الناس إلى القراء وإلى بين المواطنين وجاءوا من هذه المناطق لكنهم مع هذا خسرانين ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى سنسعى لتجنيب القراء مهما عملوا إلا سنجنب القراء والمزارع والسكان الحرب ونحن عندنا خطط بإذن الله سبحانه وتعالى للمستقبل نحن لا نريد هنا فقط في المتون أو في الجوف نحن نريد إلى صنعها وإلى صعدة وإلى كل مكان نحرر كل الأرض اليمنية بإذن الله سبحانه وتعالى إذن كما سمعتم مشاهدين هذه المنطقة وغيرها من مناطق صامدة كصمود الجبال والأبطال هنا صامدون والأيام القادمة ستشهد أشد من ذلك بإذن الله وهذه رسالة أبطال الجيش الوطني والمقامة الشعبية إلى الميليشيات الحوثية أنكم كلما هجمتم فالأبطال أمامكم وسيصدونكم بكل بسالة من هنا من جبهة نزوية صالح مبخوت لقناة سهيل محافظة الجو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة